محمد فراج إيه أصعب مشهد بنسبالك في فيلمي الصندوق الاسفد وهسألك السؤال جدًا مونة زيكاً مواتنين يعني تقريبًا دول كانوا أكتر حاكتين محتاجين مجهود وتركيز قوي أولهم كان أول مشهد بلية مع مونة اللي هو بخش بتهجم عليها وبحاول أغتصبها وبيحصل مشهد شوية تمثيل في الأول وبعد كده بيقلب بخناقة فيها ديب ديب وكسره بتاعه وتعويره وتبهدلنا يعني وهي كمان أصلاً كمان كانت آآ كانت رجليها كانت بتجري حافية ورجليها وتعورت في إزاز في الأرض معاورتها آآ وعورتني معاهم دخلت خانه بجده لا والمشهد الثاني خنقتي مع مصطفى خاطر اللي هي اللي في الآخر ما خانه بدرابه بجده محمود كامير لا لا خانه آآ و الله انا آآ مونة زاكي بتقول اه والله اه كنا بنضرب بجد آآ ممش تمثيل يعني لا ده حتى خضر باذ مرة لاله بوبيعه زي بتاية توم ان جيري كده من خطة أنا خبطته على فكرة عليها بالمناسبة هي ده ها تقيلة اوي والمصحف الشريف كاللي ها تقيلة تكلمني اكتر عن اللقطة دي لأنا معرفهاش عام مونة زاكي ضربتني بلتضربني بالممادس على دماغي فالمفروض إنه في حركة بتحصل بعد الحركة ديت علشان كإني بتفداها يعني فعملناها كذا مرة في البروفا وكل مرة في البروفا تنزل على دماغي يعني في البروفا لدرجة أها صورت وكان فيه كان فيه بقول ليلى طلع وأنا بصور كده مش باينة من الشعر بس أنا طبعاً حاسني فيها صفير فوق دماغي أنا بيقولولي إنه إيدي تقيلة يعني مش أول مرة تسمعي الكلمة دي يا منا؟ آه السقة كان بيقولي كده تخلي السقة بيقولها إيدي تقيلة أكون هناك سعادة بيسارة مستيرية بحيب يعني اللي أقف أعرفة هي ساعات الحاجات الصغيرة بتلاسوا أكثر من لو حجمها كبير فأعتقد إنه إيدي مذهب بحكم المعانية اللي عشناه يعني كل صغير أنا مكنتش متوقع كده أنا خدت أول ما أقسم بالله خدت مرة كنا بنهزر وبتاع فخدت في البروفا يعني كده فخدت واحدة كده في بطني عملتك كده بيقولولي كده بجد انا فاكرة اني ايدي عادية ومش بتوجع بس خليش خليهم ينشافوا شوية ده حقيق ده حقيق ده جماعة يعني نجمتنا يعني عملي النجمة فيها لا بالعكس ديديش حاجة لا يا لازم برضو نجمتنا السينمائية تبقى رائيقة وكده ما عم نحافظ على الصورة الزهنية هي كده والله العظيم تلاتة بس ده ما يمنعش اني ده تقيلة يعني عادي يعني رائيقة ايدي تقيلة ايه اصعب المشاهد بالنسبالي في السندوق السود؟ انا السيكونس بتاعي الاوضة ده بالنسبالي كان صعب وسخيف في نفس الوقت لان هي مشاهد صعبة قوي وفي نفس الوقت أنا بمثل لوحدي بس ودي حاجة بتبقى سخيفة جدا انك تعودي يومين بتمثلي لوحدك الممثل بيستمد الحاجات منه خدوهات مع الممثل اللي قدام ومفيش حوار مفيش كلام ومفيش كلام بالضبط فده كان سيكونس سخيف اهه سمتلي حلو قد مش سي والله موني شكرا اه يعني ناس ممكن تفتكر انه المشهد ده يبقى فيه تفاعل اه صح بيبين قدرات بس اه انت عملتي اللقطة دي كوازية اه اوي موسيقى شكرا